اشتركوا في القناة اليوم توقعتنا على يوم الجمعة 29 تشرين الأول أكتوبر القمر موجود الآن استقر في برج الأسد في منزلة الجبهة وهي منزلة الصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو رح يمكث فيها حتى تمام الساعة وحدة وثمانية واربعين دقيقة من صباح اليوم أو فجر اليوم تسعة وعشرين عشر الجمعة بعدها بدون ينتقل لمنزلة الزبرة وهي للربح والحرية والصلاح والإصلاح طبعا القمر بما أنه موجود في برج الأسد الآن التأثيرات صارت واضحة أكثر بيصير الناس من حوالينا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطف مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال واستثمار أموال معينة أو اقتناع حلية ثمينة أو التحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لإلنا بالنسبة لزوايا الفلكية طبعا عنا زاويتين فلكيات اليوم الأولى هي زاوية تربيع سلبي راح تكون بين القمر وبين أورانوس وهاي راح تكون الساعة عشرة ونص أو عشرة واربعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج هاي بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك طبعا تأثيرات الزاوية هاي بتبدأ من ساعات الفجر وبتستمر لغاية ساعات المساء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية راح تكون بين القمر وبين عطارد وهي راح تكون في تمام الساعة عشرة ونص مساء بتوقيت جرينيج يعني بمعنى آخر تأثيراتها بتبدأ من ساعات العصر أو ما بعد العصر بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بالنسبة للقمر بما إنه موجود في برج الأسد خلو المسار القادم راح يكون يوم السبت اللي هو يوم الغد ثلاثين عشرة وبيبدأ في تمام الساعة سبعة وأربع دقائق صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة ستة وتسعة دقائق مساء لا ينتقل بعدها القمر لبرج العذرة بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار الهلال ثلاثة وعشرين يوم في تمام الساعة ثمانية وخمسة وأربعين دقيقة مساء بيصير أربع وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير أربعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم اثنين وعشرين عشرة طبعا اليوم زادت الانتحاسة تبعتها فعشان هيك هي كانت مية بالمية واليوم برضو رح تكون مية بالمية السبب انتحاسة الشمس إنها هي قاعدة بتشكل زاوية تربيع مع زحل بكرة رح تتشكل ذروتها وبكرة رح نحكي عنها إن شاء الله فعشان هيك هاي الزاوية أضعفت من حضوض الشمس بشكل كبير وصارت منتحسة بنسبة مية في المية بالنسبة للقمر في الأسد حتى يوم ثلاثين عشرة منتحس بنسبة خمسين في المية والسبب إنها هي بدخولها للأسد القمر دخوله للأسد عمل مقابلة مع زحل اللي موجود برضو في برج الدلو عطارد في الميزان حتى يوم خمس احد عش سعيد بنسبة ستين في المية الزهرة في القوس حتى يوم خمس احد عش سعيدة بنسبة صفر ما زالت طبعاً بتظلها بهاي الطاقة بسبب الزاوية التربيع اللي هي مشكلتها فعشان هيك في نقطة ضعف عليها المريخ في الميزان حتى يوم ثلاثين عشرة منتحسة بنسبة عشرة في المية المشتري في الدلو حتى يوم تسع وعشرين ناعش سعيد بنسبة خمسة عش في المية الزحل في الدلو حتى يوم أربعة ستة منتحس بنسبة عشرة في المية أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم ثمنتعاش واحد منتحس بنسبة عشرة في المية نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم واحد اتناعش منتحس بنسبة عشرة في المية بلوتوف الجدي حتى يوم تسع وعشرين أربعة سعيد بنسبة خمسة عش في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معاهم في نوع من أنواع التقارب رح يصين ما بينك وبين الأحباء الأبناء العائلة الأهل الأحبة كلها هاي أجواء إيجابية ولكن رغم أنها هاي فترة مثمرة وإيجابية ورح تمجح في حمل الترويج أهم شيء أنك تكون جريء وما تكون حد الطباع يعني بدك تنسى عصبيتك وتحطها جنب لأنه زي ما حكينا أنه الشمس منتحسة وفي نفس اللحظة القمر منتحس فاليوم رح تتسارع الأحداث بشكل جيد يعني ممكن اليوم تتلقى جواب أو عرض ولكن بدك تنتبه زي ما حكينا من سوء التفاهم أو العصبية أو الحدية اللي ممكن أنها شوي تخلق بعض المشاكل أو القرارات وبرضو في نفس اللحظة بدك تنتبه لأنه البيت الثامن لائلك برضو على مستوى الأموال المشتركة بشكل نوع من أنواع الخطر إما مصريف أو مطالبات مالية أو ضيع أو سرقة بعض الأموال لائلكم فبتكون تنتبهوا من هاي النقطة برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم اليوم اليوم ممكن تجدوا نوع من أنواع التعاون ما بينك وبين أفراد العائلة ولكن رح يكون فيه نوع من أنواع التوتر على الصعيد الشخصي أو على الصعيد العائلي وحاول أنك تتخلى عن مواقفك المتحفظة اتجنبوا بالفترة هاي موليد برج الثور العمليات الجراحية وحاولوا أنك تأخذوا فترة متقطعة من الراحة حاول أنك تستشير طبيبك طبعا بسبب أن القمر موجود يعني بالعقرب مقابلك تماما ومنتحس فعشان هيك منقول للعمليات الجراحية لو تتأجل بيكون أفضل يعني ما فيه داعي أنك تجازب بالفترة هاي رغم أنه ما فيه مخاطر ولكن أنه برضو للإحتياط واجب وخصوصا انتقال المريخ هذه كل هالأشياء يعني بتعزز النقاط اللي فيها نوع من أنواع التعب والإرهاق بعد العمليات الجراحية فمنقولكم انتبهوا من هذا الموضوع خلال فترة هذا اليوم برج الجوزة بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات منكم أشخاص ممكن يكون في عندهم رحلة نزهة خروجة هيكة بيكون لهم نوع من أنواع التعامل أو بيعززوا العلاقة مع الإخوة مع الجيران الفترة هاي بتطالعك الواجبات يعني بكون في عندك كثير من الواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم إشي أنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية وخصوصا في عملية التفاوض يعني ما في داعي للعصبية والحدية ولا للمواجهات ليش؟ لأنه زي ما حكينا تقريباً القمر والشمس هم في حالة صعبة وفي نفس اللحظة المريخ بيجهز حاله للانتقال هذا الإشي بيأثر وبعمل عمليات سلبية الأمر الثاني بما أنه الأمر بتعلق في البيت السادس اللي له علاقة بالعمل فعشان هيك ما نقولك دير بالك ما في داعي لأي مشاحنات أو سوء تفاهم ما بينك وبين زملائك أو رؤسك بالعمل وفي نفس اللحظة انتبه أثناء العمل من بعض الإصابات يعني وانتبه أثناء تنقلاتك اليوم في فرص لمكاسب بتيجي مالية وأغلبها بتيجي من عمل إضافي ولكن بالمقابل بتكو تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لاسية مع شراء حاجيات ثمينة أو نزوات التسوق أو التبذير بالمال ممكن تعالج استحقاق مالي أهم إشي إنك ما تتسرع بتوظيف الأموال حاول الدقيق بالتفاصيل ابتطمئن خواطرك نوعا ما وممكن تتحسن عندك المعنويات بشكل ملحوظ ولكن ممكن الأمور المالية هي اللي تضغط عليك خلال هذا اليوم هي منكم ممكن يحصل مكسب مالي أو يجي نوع من أنواع الدعم ولكن زي ما حكينا هي المصاريف أهم نقطة بتكو تنتبه لها الآن بالنسبة للبيت الخامس بما أن الشمس منتحس بهاي القوة فمنقولكو ديروا بالكو أثناء تعاملكم مع الأحبة مع أبنائكم ما في داعي لفرض السلطة أو التحكم فيهم وفي نفس اللحظة ما تبلغوا بحضوظكم يعني لا تعتمد على الحظ نهائيا كل شيء بدك تكون دارسه ومتأكد منه مستشير فيه علشان الأمور تكون جيدة أو في نفس اللحظة تبعد عن مسائل الخطر قدر الإمكان برج الأسد بتبدأوا اليوم فترة أفضل من الأيام الماضية بتعيد لكم نشاطكم المفقود اليوم بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي اليوم ممكن توضح وجهة نظرك والاهتمام بمظهرك وممكن تشعر بالحماسة الفائدة وتنشغل بوضع حجر أساس لمشروع جديد أو لفكرة جديدة أو لطريق التعامل جديدة بتملك أفكار باهرة وحلول مذهلة ممكن اليوم تبدأ صفحة جديدة في حياتك ولكن أهم نقطة عندنا الشمس اللي موجود في البيت الرابع اللي شوي بتضغط عليك على مستوى البيت بتجيب لك التزامات أو بتجيب لك أعطال وجهات نظر مختلفة أحدية بالطباع سوى تفاهم بدك تضبط أعصابك قدر الإمكان أثناء تعاملك مع أفراد العائلة ما في داعي للمجازفات ولا في داعي للمغامرات يعني بمعنى آخر لازم أنك تمسك أعصابك بشكل كبير في نفس اللحظة انتبهوا لألات الحادة أو النيران أو مصادر النيران في البيت من تسريب غاز من أمورها علاقة بالكهرباء الأجهزة الإلكترونية هاي برضو بدها انتباه برج العذرة بيسيطر التعب عليكم اليوم لأنه الخمر صار موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بتكوا تحاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود وخصوصا أثناء تصريف أموركم وأثناء التعامل مع الغير بتكوا تحاذروا الأفكار السوداء والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك ابتعد عن الضجيج والصخب وحاول أنك ما تحسم قرار ولا تكون لجوج يعني ما تظلك تلح على أنه بدك هذا الأمر أو لازم يصير هذا الأمر وتظلك تراجع بهذا الأمر لأنه هذا الشيء ممكن أول شيء يخضي لك الحظ وثاني شيء ممكن الشخص اللي أمامك ما يستوعب الفكرة اللي أنت بتحكي فيها فهذا الشيء يسبب نوع من أنواع المشاكل طبيعة الحال بما أنه الشمس دخلت للعقرب وهي منتحسة الآن وهو بيت التواصل والاتصالات عشان هيك يا إما بتنفهم غلط يا إما أنه بيصير فيه نوع من أنواع الحدية بالطباع ونوع من أنواع الاستفزاز للطرف الآخر وهذا الشيء ممكن يسبب برضو مشاكل عشان هيك يحاول تكون واضح بكلامك وما توجه لا انتقاد لأحد أو أنك ما تدخل بجدالات انتبه أثناء قيادتك للسيارة في الشوارع المفتوحة وانتبه أثناء حركتك برج الميزان بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء اليوم بشكل جيد منكم أشخاص ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة بتكون عندك كثير من التنقلات المهمة وبتمتع بسرعة خاطر وممكن اليوم تحدد نوع من أنواع التوجهات اللي عندك ممكن يكون التوجه فكري أو اجتماعي أو حتى سياسي وممكن اللقاءات هاي شوي تدعمك أهم شيء أنك ما تتأخر عن أعمالك تشجع للعمل الجماعي للعلاقات الجماعية لعلاقاتك مع أصدقائك يعني ما تتغيبش حاول تخرج للقاء الناس وتلبية الدعوات ولكن على مستوى الأمور المالية بما أن الشمس منتحسي وهي في بيت المال منقول لك دير بالك من المصاريف لزيادة أو من خسارة مالية أو من نصابين ومحتالين أو من سرقة أحاول برضو إذا عندك أنت بدك تأخذ دين من شخص أو عندك قرض معين بالفترة هاي تأكد من قدراتك على السداد ما تلزم حالك بشيء أنت مش قده يعني بمعنى آخر ممكن تدخل بمغامرة المغامرة هاي ما تكون إيجابية وخصوصا بنحوصة الشمس اللي موجودة في بيت المال برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء إنك تهدئ من انفعلاتك وما تنفعل مهما كانت الظروف بدك تتجنب مخالفة القوانين وتحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها يعني ما في داعي للعصبية هذا بيت السمعة وبيت السمعة طبعا معروف يعني يا إما بعطيك أشياء إيجابية بترفع سمعتك وبتشهرك وبتسبب لك أشياء إيجابية وبتكون ممتازة جدا أو ممكن تشوه سمعتك وتجيب لك مشاكل وعدائية مسهل جدا أي شخص يفهمك بطريق الخطأ بالفترة هاي فعشان هيك بدك تحاول تكون واضح طاقتك شوي متقلبي لأنه الشمس الآن برضو بما أنها منتحسة بتخليك منفعل أو أنه كلامك مش مفهوم حاول قدر الإمكان تضبط أعصابك ما تبادر برأيك يبل ما تراجح حالك أكثر من مرة وانتبه من الانتقادات يد ما بتقدر برج القوس بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات والأمور اللي إلها علاقة بالسفريات خصوصاً لبعيدة ممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تسافر في رحلة أو تفرح لانفراج أو تسوي مهمة ممكن تهتم بهواية جديدة الفترة هاي فيها نوع من أنواع الحيوية ومتحمس أنت لكثير من الأشياء حابب تنجزها عندك القدرة على التواصل مع المحيط بشكل كبير اللي عنده قضية قضائية اليوم ممكن تتجه باتجاهك يعني لصالحك هذه القضية ولكن بدك تنتبه أنه في أمور إلها علاقة بالشمس اللي موجود في بيت المتاعب منتحسي وهذا بيت المتاعب فانتبه من بعض الأشخاص اللي ممكن يتآمروا عليك بالخفاء أو يستغيبوك مثلاً أو حتى بالأمور اللي إلها علاقة بالمؤسسات الكبيرة السجون المستشفيات وأمور إلها علاقة بالأماكن المجهولة فعشان هيك بدك تنتبه من كل النقاط اللي احنا ذكرناها حاول أنك يعني ما تخالف القوانين وانتبه لبعض الأمور الصحية اللي ممكن تطرأ بشكل مفاجئ برج الجدي بتعيد وتنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة في فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى بدكوا تحذروا من أي شراكة مالية جديدة ممكن اليوم تناقش موضوع بتعلق بتمويل أو قرض أو ممكن تحصل على تسوية مالية يعني لدين معين ممكن اليوم تحلها وكانت صعبة أنك تحلها في الأيام الماضية اليوم ممكن تناقش مواضيع مهمة وتجتاز امتحانات كانت صعبة بالفترة الماضية عالج الشؤون العائلية المهمة لأنه ممكن تظهر بعض الأمور الملحة العائلية اللي تطلب رأيك يعني هذا الشيء يخليك تحتد أو تعصب أو يعني رأيك ما يكون سديد فلا تتعجل بابداء الرأي بدك تدرسه بشكل جيد ممكن تقلق على صحة أحد أفراد العائلة أو موضوع العلاقة بصحتهم المسألة الثانية البيت السمعة يعني بيت الأصدقاء عفوا الشمس موجود في بيت الأصدقاء وهي بتسبب نوع من أنواع الفوضى فعشان هيك ممكن يصير فيه سوء تفاهم أو خلاف ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو المعارف وبرضه بالمقابل حاول أنك ما تفرض رأيك على أصدقائك بهاي الفترة برج الدلو بترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بتكوا تحاضروا الخلافات وحاولوا أنكم الضخم الأمور اليوم يعني شوي أنت حساس زيادة عن اللزوم وفي عندك نوع من أنواع التوتر وهذا الشيء بيسبب لك نوع من أنواع القلق بدك تحاضر إثارة العدائية والبلبلة لأنه مزاجك اليوم متقلب وعندك نوع من أنواع العصبية وهذا الشيء ممكن يثير النفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معك فعشان هيك بدك تضبط أعصابك ما تحاول أنك تضخم الأمور وحاول تضبط حساسيتك هذا واحد اثنين بالنسبة لبيت السمعة عندك الشمس ومنتحسة فعشان هيك اليوم أنت ممكن تخضع لامتحان هذا الامتحان له علاقة بسمعتك فعشان هيك بدك تضبط أعصابك ما تخالف القوانين ما تجازف ما تغامر ما تتأخر عن عملك وفي نفس اللحظة ما تدخل بمواجهات ما بينك وبين رئيسك بالعمل يعني بمعنى آخر بدك تكون حذر ودقيق بشكل كبير خلال هذا اليوم لكل تصرفاتك راقب حالك يبل ما تتصرف أي شيء برج الحوت طبعا اليوم بيبدأ العمل بتراكم عندكم بشكل تدريجي لأن القمر صار موجود في البيت السادس وهو بيت إلو علاقة بالعمل وإلو علاقة بالصحة فحاولوا أنكوا تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك بدكوا تنتبهوا لا غذاءكم لراحتكم حاولوا أنكم ما تهملوا الواجبات مهما كثرت أو صعبت راعي ظروفك الصحية بدك تحاول برضو تكون دقيق ومنظم ومراعي لظروفك ومعنوياتك هذا أمر الأمر الثاني الآن بما أنه الشمس موجود في البيت التاسع لمن المفروض أنها بتعطيك إيجابية على مستوى السفر والدراسة البعيدة أو الدراسات العليا أو أمور لها علاقة بالأجانب والمعارف والاستراد والتصدير وهايه والقضايا القضائية اليوم تحديداً لأنه انتحاسة للشمس بسبب الزاوية اللي راح يشكلها اللي هي التربيع ما بين وبين زحل فمنقول لك إذا عندك امتحانات بدك تدرس وتستعد بشكل جيد إذا عندك أمور لها علاقة بالقضايا القضائية بدك تركز فيها بأوراقك بموعدها ما تعملها نهائياً حاول ما تدخل بنقاشات حد إذا يعني حتى على مستوى الامتحانات زي ما حكينا استعد ما تعتمد على الحظ بالفترة هاي وإذا كنت على سفر بالسيارة على شوارع مفتوحة بدك تنتبه أثناء قيادة السيارة هيك منكون يعني أنا هنا حلقتنا فعشان هيك ياريت اللي ما حط اللايك يحطه إذا ما عجبتك الحلقة عادي حط دسلايك إذا حاب تسبب علي وتروح سبام وأعملك حضر وبلوك برضو ما عندي أي مشكلة انزل سب علي اللي مش مشترك لأنه نسبة عالية جدا من المتابعين اللي بتابعوا الأبراج واللي بحضروا الأبراج هم مش مشتركين بالحلقة نسبة اللي بتابعوا من المشتركين بالحلقة ما بتجاوزوا من خمسة لعشرة في المية من المشتركين فعشان هيك إذا عجبك المحتوى اشترك في القناة هذا واحد اتنين نشكر الأشخاص اللي يعني منتسبين للقناة والداعمين للقناة والأشخاص اللي بيعلقوا بيكتبوا وبتعبوا يعني حتى في تعليقاتهم شكرا لهم جزيلا طبعا في أشخاص بقول لازم ترد أنت على التعليقات معظم اللي موجودين على القناة بيعرفوني أنا مش بكل وضع أو بكل وقت أنا بقدر أرد على التعليقات ولكن إن وجد التعليق بحاجة للرد سريع أنا على طول الخط برد عليه ما بتأخر ولكن في تعليقات بعد مرات تيجي بالوقت اللي أنا ما بكون جاهز صحيا لهذا الموضوع أو عندي ظروف خاصة فأعذروني هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر